بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بأول درس في هذا المتن المبارك في الدروس المهمة هذا المتن المبارك قد تقدم معنا يحتوي على أمور منها طريقة السلف مع القرآن هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن؟ أي هجروه؟ أو هل السلف الصالح حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ لا لا هذا ولا هذا بل حفظوا وأخذوا يحفظوا القرآن في كل يوم يحفظوا عشر آيات ثم ينظروا في تفسير هذه العشر آيات ثم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل فكان بهذا حفظ ثم تدبر ثم عمل لأن القرآن قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور هجر القرآن يكون هجر للقراءة وهجر للتدبر وهجر للعمل وهجر للتداوي بالقرآن فلابد لمن كان حقا من أتباع السلف الصالح أن يحفظ القرآن في كل يوم ثم ينظر في تفسير هذه الآيات ثم يستعين بالله على العمل لكن لو قال قائل أي كتب تفسير نقرأ لابد من الرجوع للعلماء رجعنا للعلماء وأرشد العلماء رحمه الله تعالى أننا نبدأ بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى لماذا؟ لأنه تفسير مختصر وواضح أثنى العلماء رحمه الله تعالى عليه أراد بهذا التفسير أن نعمل بالقرآن وهذا لا يكلفنا أحيانا خمس دقائق أهم ما يحفظ في القرآن الفاتحة مع النظر في تفسير هذه السورة المباركة ثم بعد هذا نستعين بالله سبحانه وتعالى عمل أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصار السور إما من الضحى أو من الزلزل إلى الناس نصحح قراءة هذه الآيات على إمام متقن ثم بعد هذا تنظر في تفسير هذه الآيات وتستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل حتى نكون حقا من أتباع السلف الصالح ولا نهجر القرآن ويسير الإنسان خطوة خطوة حتى يصل بإذن الله تعالى ويستطيع أن يحفظ القرآن كاملا ثم في هذه الأيام هناك برامج تقرأ لك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وهذا لا يكلفك شيء أنت تكون في السيارة تكون في الطريق وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت راجع وعلى هذه الطريقة تسمع التفسير بقراءة صحيحة ثم بعد هذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل وتتدبر وأنت تقرأ وأنت تحفظ أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم شكرا شكرا